أهلا بحضراتكم من جديد وقبل الفاصل كده كنا خلصنا أخبارنا داخل جدوان نديل آله خلينا نروح لأخبارنا المحلية طبعا يعني بعد شوية هنتناقش مع ضيوفي عن قرأة بطولة أفريكا الكرة اليد بالمناسبة هي انتهت أو يعني خلاص بانت المجميع بس أنا مش هقولها ولا هنقشها إلا مع ضيوفي عشان ناخد رأيهم في البطولة وقوطها خاصة أن تونس جاية ومصر مشاركة والبطولة دي اللي هتأهل أو اللي هيفوز بيها هيتأهل لأولمبيات إن شاء الله باريس عشرين وربعة وعشرين طيب هنروح لأخبارنا المحلية هنبتدي بخابرنا الأول محمد حمزة يتصدر التصنيف الأول لسلاح الشيش الحقيقة السلاح ماشي بشكل جيد وابتدى رحلته بالتفوق من أولمبيات توكيو عشرين وعشرين اللي تلعبت عشرين وواحد وعشرين واستمر السلاح برئيسه كابتن الحسيني بنتاج كويسة وإعداد جيد وترتيبه على التصنيف العالمي بتحسن سواء في الكبار ولا زغاري محمد حمزة لعب وانتخابنا الواطن الأول سلاح الشيش تصدر التصنيف الأولمبي الجديد واللي صدر إمبارح بعد نهاية بطولة كأس العالم واللي تلعبت الأسبوع اللي فات في تركيا محمد احتل صدرت التصنيف بها بعد فوزه بالمركز الخامس في البطولة ودخل لا ياخد أربعتاشر نقطة في التصنيف الأولمبي والعالم ولو شفنا بقى مراكز لعبتنا هنلاق الآتي علاء أبو القاسم جيه في المركز السبعتاشر عالمياً وبعده عبد الرحمن طلبة في المركز الساعتاشر ومن بعده جيه محمد حسن في المركز التلاتين سمعيني الترتيبات عاملة إزاي إحنا من أفضل لعبين في العالم منتخابنا الوطن الأوليسلاح الشيش كفريق بيحتل المركز التامن في تصنيف الأولمبي برصيد 163 نقطة هتلاقي باختلافات بسيطة جدا عن السابع والسادس منتخبنا هي لعب تاني بطولة كاس العالم للموسم اللي احنا فيه ده في اليابان في الفترة من 8 ل 10 ديسمبر اللي جاي بإذن الله كل التوفيق لسلاح الشيش أو للعبة السلاح بشكل عام إن شاء الله ننتظر منها ميداليا في باريس 20-24 شكرا لسلاح شكرا لسلاح الشيش